سيما قلت لحضراتكم على أهم مشاركة النادي الأهلي النهاردة وتوجد كابتن محمود الخطيب وكلمته دكتور ناصر القحتاني مدير عام منظمة العربية للتنمية الإدارية كان حريص أن يهدي كابتن محمود الخطيب درع المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون اللقطة اللي حضراتكم شايفينها وعن مشاركة الأهلي خلينا نتكلم شوي مما لا شك فيه أنه كان النادي الأهلي ومنظومة العمل داخل النادي الأهلي تعتبر واحدة من أنجح المنظومات على مستوى المصري بالتأكيد ده ما فيه شك فيه ولكن كمان على مستوى العربي والإفريقي بتكلم على كيان نجح بشكل كبير جدا على كل المستويات اقتصاديا استثماريا تطوير في البنية التحتية نجاحات لكل النشاطات الرياضية يشهد لها القاسي والداني وبالتالي الحقيقة حرص النادي الأهلي كمان على المشاركة في ده وبالتأكيد ما عنديش شك فيه أنه كل الرجال كل المنظومة كل القائمين من كافة النواحي أراضية والقانونية والاقتصادية والاستثمارية والفنية كلهم كفاءاته على أعلى مستوى وقامات كبيرة جدا هم اللي كانوا ليهم فضل على مدار أجيال كبيرة مش بس باتكلم على الجيل الحالي المتواجد في موقع المسؤولية لكن باتكلم على مدار عمر طويل على مدار امتداد تاريخ النادي الأهلي دايما الكفاءات موجودة في كل القطاعات وهدفها الأول هو أنه اسم النادي الأهلي يكون دايما عالي وبالتالي مع كل النجاح ده اللي بيشهد به الجميع الحقيقة حرص النادي الأهلي يعني يكون دايما مواكب وعني يكون دايما حاضر في كل المشاهد اللي ممكن تضيف أو تطور أو تكبر من اسم النادي الأهلي واضح جدا من خلال مشاركته فيه المؤتمر وكلمة كابتن محمود الخطيب اللي سمعتوها حضراتكم واللي عرضناها دلوقتي دايما خلال ينسى